سيد الرئيس كما تعلمون صوتت بلادي لصالح مشروع القرار نشكر من كل قلوبنا وبإخلاص المندبين الدائمين لأفغانستان وكرواتيا على الجهود الكبيرة التي بذلها للوصول إلى هذا النص ونشكرهم على ما تحملوه منا جميعا في هذا المجال بطبيعة الحال لا شيء في هذا العالم كامل ولذلك كنا مضطرين لتقديم التعديل على الفقرة العاملة عشرين وطلب استبدالها باللغة الواردة في الفقرة ثلاثين من أجندة التنمية المستدامة نشكر جميع الدول التي دعمت هذا التعديل ونأسف بعمق لأن نرى في هذه القاعة من يدافع عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب ندعو هذا البعض بأن يطلع على نداءات الأمين العام والتقارير التي أصدرها حول تأثير الإجراءات القسرية أحادية الجانب والإجراءات العقابية القطاعية على قدرة الدول المتضررة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناشئة عن وباء كوفيد 19 ندعو هذا البعض الذي يدافع هنا عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب والذي يتهمنا نحن بطلانا بالتسييس ندعوه لكي يقرأ التقارير السنوية للمقرر الخاص لمعالي الأمين العام والمعنية بدراسة تأثير هذه الإجراءات غير الشرعية على حقوق الإنسان في الدول المتضررة هنا تستحضرني عبارة وردت في أحد تقارير المقرر الخاص والتي قال فيها كما أذكر بخصوص الوضع في بلاد سوريا يقول في هذا التقرير وأقتبس حين نطلع على تأثير هذه الإجراءات القسرية على قدرة الشعب السوري على ممارسة حياته بشكل طبيعي حين نطلع على تأثير هذه العقوبات نجد من الصعب بل بالمستحيل بمكان أن نصدق ادعاءات البعض بأنهم يفرضون هذه الإجراءات دفاعا عن حقوق الإنسان أو عن الانتقال الديمقراطي انتهى الاقتباس نأسف لعدم نجاح المنسقين المشتركين المحترمين في إدراج نص في الفقرة التمهيدية سبعة عشر حول تأثير كوفيد ناينتين على أوضاع السكان في الأراضي المحتلة وننأى بأنفسنا عن كل لغة تتعلق بما يسمى العنف المنزلي أو باعتبارها لغة غير توافقية ولغة غامضة لا يمكن أن نتفق عليها أو نوافق عليها ختاما السيد الرئيس تنأى بلاد سوريا بل وتتحفظ على الفقرة العاملة اثنين وثلاثين وتعتبر أن لا منطقة ولا أساس للإشادة بجهود وعمل مجموعة العشرين هذه المجموعة بطبيعة الحال تضم دولا أو حكومات تفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب على العديد من شعوب العالم كما ترفض بلادي وتتحفظ وتنأى بنفسها عن أي إشادة في إطار ذات الفقرة العاملة اثنين وثلاثين بجهود المؤسسات المالية الدولية ولا سيما مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باعتبار أن هذه المؤسسات تنتهج سياسات مالية منحازة وغير متوازنة وتربط دعمها وتمويلها وتسهيلاتها في بعض الدول ومنها بلد سوريا بكل صراحة ودون خوف أو خجل بالضغوط السياسية التي تفرضها حكومات بعض الدول ذات النفوز السياسي والاقتصادي شكرا سيد الرئيس شكرا شكرا